سماهر من يطا الخليل اتجوزت ياسر من بيت صفافة القدس واستقروا هناك مع أولادهم الثلاثة بس الاستقرار بدمش تحت سياسات التشتيت الإسرائيلي مع العلم زواج سماهر وياسر مغيرش الهويات المختلفة واللي بتمنعهم من إنهم يعيشوا بنفس المكان وبسنة 2002 أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر رقم 1813 اللي حط حظر على استمرار لم شمل العائلات هذا القانون بعده ساري المفعول في سنة 2020 هلأ صفت سماهر غير موثقة في القدس وحابسة حالها بالبيت أحسن ما توقفها شرطة السلطات الإسرائيلية وتفصلها عن عيلتها غصب عنها وفوق كل هاد مش قادر سماهر تزور أهلها اللي ساكنين على بعد 40 كيلو في يطة 40 كيلو هاي المسافة بين وسط القاهرة والقاهرة الجديدة مشوار يومي للعديد من سكان القاهرة بس بالنسبة لسماهر هذا بيكون مشوار روحة بلا رجعة بالنسبة لكتير من العائلات اللي أعطت السلطات الإسرائيلية أفرادها هويات مختلفة الحياة العادية أد ما هي قريبة أد ما هي بعيدة هاي المسافة بين وسط القاهرة الجديدة